شاهدين متابعين في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام الخالدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جدد لكم التحية مرة أخرى مع أرضية ميدان الشحنية بمهرجان المؤسس بأحد المهرجانات والمحافر الكبيرة بانطلاقة وبتواجد أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الكرنفال المتميز والجميل نسيل مع ثاني أيام هذا المعرجان وبانطلاقة الشوط الثاني عشر شوط الحقائق القعدان ينطلق مع الرحلة الأربعة كيلومترات وهناك سيارة تنتظر صاحب الناموس نتابع التحديات الأولى ونتابع المقدمة هناك مهدي بشعار سعيد بن راشد بنغدير الاختبي مع المقدمة ومع التحديات الأولى ينطلق ويحافظ ويسيطر على زمام الأمور بينما المركز الثاني هنا من يتغدم بهذه اللحظات زيد لراكان بمحسن بن فلاح آل زايد الهاجري مع المركز الثاني مباشرة يتواصل بموقع التحدي والمنافسة من المركز الثالث نقلتنا مباشرة مع صاحب المركز الثالث عجلان وتعود ملكية عجلان عبد الله بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي مع المركز الثالث أم المركز الرابع هنا الانطلاق والتحدي بهذه المنافسة أيلان لسالم بن سعيد بن سالم الزرعي مع المركز الرابع وخامسا هنا التحدي مع شقة عبد الله بن سعيد أو عفيف لصالح بن سعيد بن راشد الجربوع المري مع المركز الخامس هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين في كل مكان للخمس المراكز الأولى للخمس النجوم المتواصلين بهذا المسار وبهذا التحدي نعود مع البداية نعود مع المقدمة نعود مع المنافسة هناك ما زال يتقدم مهدي ومهدي مسرعا منذ البداية وسعيد بن راشد بن قدير الاكتبي هو المتابع وهو المنطلق المحنك بحنكته المتميزة يتقدم مع مهدي ويحافظ على زمام الأمور نقلتنا مباشرة مع صاحب المركز الثاني يتواصل زيد ويتواجد راكان بن محسن بن فلاح آل سايد الهاجري مع المركز الثاني المركز الثالث نتابع المتقدم نتابع الواصل مع المركز الثالث هنا التحدي والانطلاق مع تواجد مسرعا عبدالله بن هار بن ناصر أنعيمي مع المركز الثالث ولكن من تسلل إلى المركز الثالث هنا أيلان لسالم بن سعيد بن سالم الزرع يتقدم إلى المركز الثالث المركز الرابع هنا يتقدم جميل وعلي بن طالب بن علي الجربوعي المري مع المركز الرابع المركز الخامس وصل شاهين ويتقدم علي بن حوين بن مهديال عامر على المركز الخامس هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين في كل مكان للمرة الثانية على التوالي اثمت على ما تنقم بالوفاء والتمام نعود مع الصراع ونعود مع الانطلاقة أولى نعود مع مهدي وأسرع مهدي في مقدمة الشوق المحنك السعيد بن راشد بن غدير يكتبي في مقدمة الشوق ينطلق ويحافظ على المقدمة وعلى التحديات أولى ولكن ايلان يتقدم مع المركز الثاني سالم بن سعيد الزرعي مع المركز الثاني وعين على السيارة المركز الثالث هناك الانطلاق والتحدي حزام حمد بن علي بن حمد بن محسن بالمنهية المري مع المركز الثالث المركز الرابع هنا يتقدم النشمي ماجد بن حمد بن صالح الفلاحي وخامسا هناك شقاه عبدالله بن سيد بن محمد بن زيتون المهيري الله 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 بدأت المعركة مع اللحظات الأخيرة السدم يثبت الأخيرة الذي تصنع عن الناموت وهزام وكأني أراه الزام وكأني أعرف حقيقة المعرفة هزام يتقدم بهذه اللحظات إلى مقدمة الشهود حمد بن علي بن محسن بن ملحيح المري يتقدم نحو الناموت يتقدم مع السيارة ولكن المجازف يتقدم مع الشقة وعبد الله بن سيف بن زيتون المهيري يفاجئنا مع اللحظات الأخيرة مع الشقة ولكن مهدي والشقة واللحظات الأخيرة واللحة واللحة المجازف مع اللحظات الأخيرة الهوتريك مع المجازف تهانينا النقطة الرابعة السوبر هوتريك مع السوبر مون عبد الله بن عسيف بن محمد بين زيتون مهيري تهانينة وألف يمروك على حصول شقة على السيارة مركز الثاني النشفي ماجد بن محمد بن صالح الفلاحي مركز الثالث المركز الثالث هزام حمد بن علي بن ملهياء الملي مركز الرابع المركز الرابع وصل بي هذه اللحظات شاهين علي بن حويل بن مهدي العام لمركز الخامس المركز الخامس مشعل جابر بن مبارك بن صالم الزرعي مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان معركة إلى خط النهاية والمجازف يكرر الإنجازة والإنجاز تهانينة وألف يمروك لعبد الله بن زيتون مهيري على فوزي شقة وحصوله على السيارة غضع مسافة 4 كم بزمن وقدره 6 دقائق 10 ثواني 7 تأجزاء من الثانية تهانينة وألف يمروك لعبد الله بن زيتون مهيري على فوزي شقة وحصوله على هذا الإنجاز المركز الثاني المركز الثاني وصل النشمي بتوقيت وزمن وقدره 6 دقائق و12 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية تهانينة وألف مبروك لماجد بن محمد بن صالح بن زيتون مهيري المركز الثالث وصل هزام بتوقيت زمن وقدره 6 دقائق 13 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينة وألف مبروك لحمد بن علي بن ملهية المري تهانينة للجميع الفائزين تهانينة والثانية اشتركوا في القناة